اشتركوا في القناة 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 ايش قلت ايش قلت انا لا 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 قبل ايش كنت اقول لا لا شفت انك منت معي طيب ايش كنت اقول علم السحر جد والضرب الى جد والضرب اربعة بس خمسة ستة جد والضرب لا جد والضرب اثنين وثلاثة واربعة هذا اللي نحتاجه فقط تحفظ بعض الاشياء انتهى علم الفرائل عندنا اصول ضبطناها باذن الله علم الفرائل سهل يسير ما في اي اشكال اخوانا انا اريد يعني كلام رجال متفقين ها ولا خلينا احسن المؤمنون على شروط متفقين ونمشي طيب في احد فيكم يحفظ الرحبية الشيخ ماشا الله طيب بسم الله اذا نقرأ طبعا تحفظ تسأل اي واحد تقول احفظ القرآن قال نعم خلق اقرأ قال اراجع افتح المصحف لا ما يصلح بدون طبعا هذا علم فرائل علمك اذا اردت ان تعرف علمك اش تسنع هو الذي تراه في الظلام هذا علمك الباقي علم غيرك او على قول ثاني هو الذي يدخل معك الى الحمام هذا علمك الباقي علم غيرك لا ما يصلح تقول اقرأ من كتاب ما يصلح هذا نعم بسم الله ما علي انا معك ان شاء الله اراجع معك نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى شرفنا بلاي والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بنا يوم الدين الله يومنا ولشيحنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال الرحبي ورحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نعم الرحبي هو محمد بن علي الرحبي نسبة الى بلدة يقال لها رحبة بالشام او بطن يقول من بطونها مدان هذه الرحبية في علم الفرائض لو قال لنا قائل لماذا ندرس الفرائض لماذا ها أخوانا لماذا لأن بعض الناس ممكن استشكل عليك هذا ميكرافون طيب حاضر ها استشكل عليك وقل لماذا ندرس الفرائض لماذا نعم الحمد لله طالما في أموات نحن شغالين والأموات ما يتوقف الحمد لله صح اسأل القضاء في المحاكم القضاء في المحاكم اسألهم أكثر القضايا أكثر القضايا والمشاكل بين العوائل بماذا أخذ إرثي وما قسم التركة وكذا صح قضايا في المحاكم بسبب الإرث والله سبحانه وتعالى تولى بنفسه قسمة التركات علم مهم جدا بل على قول أنه نصف العلم نصف لأنه عندنا علم أموات وعلم أحياء وانت الآن تأخذ نصف العلم الحمد لله نعم هذا كل ما عن نصف العلم والعلم الثاني خلاسه الحمد لله نعم طيب بدأ المؤلف بالبسمة قال بسم الله الرحمن الرحيم كما ذكر الشيخ لماذا يبدأ العلماء بالبسمة لماذا من يعرف ها أخواننا لا 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 نحن نسنا في السوق الخضار يعرف ألف عصبع ها أخواننا لماذا يبدأ العلماء بالبسمة اقتدام بالكتاب العزيز اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والرسول عليه الصلاة والسلام اقتدام بعلماء السلف تيمن وتبركم بدا بسم الله لكل شيء تذكر عليه اسم الله تحل في البركة نعم ويبدأ العلماء بالحمد الله بعد البسملة لماذا؟ لأن الحمد الله موجب لإبقاء النعمة مفهوم؟ نعم ولأن الله أنزل هذا العالم منزلة ورثة الأنبياء يحمد الله لابد مفهوم إذا يحمد الله لسببين الحمد الله موجب لإبقاء النعمة ولأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بهذه النعمة نعم قال أول ما نستفتح الأطال بذكر حمد ربنا تعالى نعم قال أول ما نستفتح المقال في هذا النظم بأن نحمد الله والحمد هو ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم نعم بذكر حمدنا ربنا تعالى نعم ثم قال الحمد لله على ما أنعم على ما أنعم على كل النعم ثم حمد به يجنو عن القلب العام لأن عمل قلب هو الضار في الدين فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور نعم ثم بعد أن حمد الله لابد يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم الصلاة بعد والسلام على من يسلي على من يسلي على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة من الله يثنى على المصلى عليه في الملأ الأعلى نعم على نبي دينه الإسلام نعم على نبي دينه الإسلام عليه الصلاة والسلام من هو قال محمد أو محمد يصح إما بالكسر جر على أنها بدل من نبي أو بالرفع على الابتداء نعم محمد خاتم رسل ربه نعم خاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نعم وكل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت عليه الصلاة والسلام والله كاذب وكافر كفر أكبر ومن صدق مثله نعم محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه آل النبي صلى الله عليه وسلم الآل إذا أطلقنا الآل هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أتباع على دينه الصحابة الصحب جمع صحابي والصحابي هم من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلى ترد على صح الأقوال هؤلاء صحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوم اختارهم الله لصحبة هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يختار لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا خيرة القوم ما نقربهم إلا بخير ولا يمكن أن نقرأ أو نسمع أو نرى أو نتكلم بشيء فيه لو شيء يسير عن الصحابة رضو الله عليهم لماذا؟ لأن الطعن فيهم طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وطعن في الصحابة طعن في الله لأن الله اختارهم نقل لنا الدين وطعن فيهم معنى هذا النقل لنا الدين من أناس فيهم وفيهم يستمن الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ما تقربهم إلا بخير يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الطب في زاد المعاد في كتاب الطب يقول قال بعض الحكماء أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام رضو الله عليه مثلهم مثل العين لو عينك تألمك تفركها تزيد صح قال ودواء العين تركوا مسها لا تقربهم إلا بخير نعم ونسأل الله لنا الإعانة بعد أن افتتح بالبسملة وحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يدعو قل نسأل الله لنا الإعانة لأننا لا يمكن أن نستغني عن إلا طرفة عين فنسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا إقصدنا من الإبانة من الإظهار تظهر ماذا قال أريد أظهر لك الآن في هذا النظم مذهب الإمام زيد من هو زيد بن ثابت رضي الله عنه الإمام صحابي من أكابر علماء الصحابة المعروف والمشتغل بعلم الفرائض مفهوم إذن يريد يبين لنا مذهب الإمام زيد رضي الله عنه نعم ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة أن ألهم الإمام زيد الفرض إذ كان ذاك من أهم الغرض نعم ثم أراد أن يبين لك فضل العلم طلب العلم أي العلم العلم الشرعي علم الفرائض وعلم الفقه وعلم العقيدة هو القرآن قال علما بأن العلم خير ما سعي لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستزيد من شيء إلا من العلم وقل رب زدني علما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة لا درجات قال أحمد رحمه الله طلب العلم لا يعدل شيء من العبادات لمن خلصت أو صالحت نيته الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل عن رجل محكوم عليه بالقصاص قيل يا أبا عبد الله رجل محكوم عليه بالقصاص ولم يبقى معه من الوقت إلا قليل ماذا يصنع يصلي يصوم يستغفر يقرأ القرآن قال يطلب العلم وإن لم يعمل به وقال الشافعي رحمه الله تعالى طلب العلم أفضل من صلاة النافلة هذا لا يعني أنك لا تصلي النوافل لأنك طالب علم لا لأن طالب العلم متعد والنافلة قاصرة والعلماء والسلف والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بهذا ويأتي بهذا والله سبحانه وتعالى يبارك لك نعم علما بأن العلم العلم الشرعي سواء علم الفراض أو غير مفهوم نعم علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولما له العبد دعي نعم ثم أراد أن أتكلم عن هذا العلم وهو علم الفرائض آخر واحد أغلق الكتاب يا رجل أغلق أغلق هكذا جيد نعم أنا أتكلم عربي نعم وأن هذا العلم مخصوص بها وأن هذا العلم أي علم الفرائض الآن مخصوص بما بماذا بما شاع فيه عند كل العلمة بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يعني يقرب من عدم الوجداء أشار بهذا الكلام لما روى الحاكم وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض وعلموا هالناس فالنمرء مقبوض وأن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان ما يفصل بينهما هذا الحديث يضعف بعض العلماء منهم الإمام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى علي اعتبار كل العلوم تفقد لذا لا بد أن نتعلم لا بد وأن نعمل نعم وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد ثم كان سائل يسأل الرحب رحمه الله يقول لماذا تأخذ مذهب زيت رضي الله عنه ولماذا لا تأخذ بمذهب بقية الصحابة مع أنه من الصحابة رضو الله عليه من هو معروف اشتغال بعلم الفراب علي رضي الله عنها بن عباس نعم مفهوم هناك كثير من الصحابة عمر رضي الله عنه رضي الله الصحابة أجمعين لماذا لا تأخذ بمذهب غير زيت في علم الفرائد قال لسببين يعني هو أخذ مذهب زيت رضي الله عنه لسببين الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرضكم زيت وهذا الحديث يحسن الشخ على البعالي رحمه الله تعالى الثاني الرحب رحمه الله شفعي المذهب والإمام الشافع أخذ بمذهب زيت موافق له في الاجتهاد لا تقليدا لأن الشفعي ما مشتهد مفهوم إذن أخذ مذهب زيت كم سبب لا ما حد تتكلم أخواننا سوق الخضار هناك تتكلم هنا لا فقط نعم الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم والثاني شافعي المذهب لذلك في بعض النسخ تجدها الآن مكتوب الرحبية في علم الفرائد على المذهب الأربعة طب هو يقول الآن أسمعش يقول نعم أي أنها غاية تنهاك عن طلب غيرها نعم أي مال إلى قوله مع نظر واشتهاد لا تقليدا نعم وهذا فيه أن الرحبية على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نعم قال خذ الآن القول في علم الفرائد قول ليس بالمطول الممل ولا بالمختصر المخل وهذا ليس بمدح لازم يبين لك لازم يقول لك أنا الآن أشرح لك الرحبية وابين لك علم الفرائد قول ليس بالمطول الممل ولا بالمختصر المخل فهاك فيه القول هكا اسم في الأمر بمعنى خذ نعم خذ الآن الفرائض نعم نعم هذه هي المقدمة نعم قال لا هذا الإشكال بيننا وبينك من اللي قال باب أسباب الميراث رحبه لا في الغالب إذا كان يعني هذا متقل للنظم المؤلف ما يقول باب لا انظر إلى المؤلفات الآن في النحو وفي كذا ما يقول باب هذا التبويب ليس من الرحبه وحتى هذا المبوّب أحيانا ترى يعني عنده طامات اللي يبوّب قال لا هذا الأم الأربع وقال كذا وقال كذا أخطأ كثيرة في التبويب التبويب ما عندنا يعني ليس من الرحب التبويب مفهوم أسرد سرب نعم طيب نعم يقول أسباب الإرث السبب الطريق إذا أردت تنترث من إنسان لابد يكون لك طريق من ثلاثة طرق يعني مثلا يجينا الشيخ حمود الشيخ حمود يقول الإحسن الهفوف تريد تدخل الهفوف عندك ثلاث طرق طريق من كذا وطريق من كذا وطريق من الرياض مثلا خلاص إذا أردت تنترث من إنسان عندك ثلاث طرق نكاح ولاء ونسب النكاح عقد الزوجية الصحيح يرث به الزوج إذا ماتت الزوجة والزوجة فأكثر إذا مات الزوج واحد سواء دخل بها أو لم يدخل بها مجرد العقد ومات الحمد لله ترث الثاني الولاء الولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقي نعمة المعتق على عتيقي الشيخ حمود ما عليش يا أنت يا الإمام نمثل عليكم ما عندي أحد ثاني طيب الشيخ حمود عنده عبد كلنا عبيد لله وأعتق العبد أصبح الشيخ حمود ما هو معتق من الفضل الآن العبد ولا حمود حمود فأصبح حمود الآن له علاقة بهذا العبد ما هو معتق يرث حمود بعد عمر طويل في طاعة الله مات حمود ومات العبد بعد حمود من يرث حمود الحمد لله توفي ابن حمود ابن معتق وأخ شقيق المعتق وجد المعتق وهكذا عصبة حمود أظن يرث يرث به المعتق وعصبة المتعصبين بأنفسهم مفهوم انتهينا إذن الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيق كأن نسب ألسق بهذا الثالث النسب القرابة ويرث بها الفروع والأصول والحواشي فروع خلك معي فروع وأصول وحواشي واحد يقول إيش أصلك وفصلك إيش تقول تقول فلان ابن فلان ابن فلان صح هذه الأصول الأب والجد من الذكور تمام والفروع تتفرع منك الإبن والبنت وابن الإبن وبنت الإبن والحواشي الإخوة والأعمام وأبنائهم مفهوم؟ إذن عندنا فروع أصول حواشي هذه الأسباب ما تنسى بعد عمر طويل في طاعة الله مات الشيخ شوف دعاء لك اشتور موت نعم بعد عمر طويل في طاعة الله مات الشيخ مفهوم؟ وجانا الشيخ أحمد قال أريد أرث عندك طريق من ثلاث طرق؟ قال لا إذن لا يارث له طريق يارث مفهوم؟ يارث أو لا يارث هذا أول شيء نحسب ثم بعدين نرى كم يارث أو محجوب هذه أمور أخرى مفهوم؟ إذن أسباب ثلاثة نكاح عقد زوجية صحيح الزوج والزوجة فأكثر ولا المعتق وعصبة المعتق والنسب القرابة فروع وصول حواشي هذه الأسباب ثلاثة في سبب رابع وهو بيت المال مات وليس له مقطوع يعني مقطوع من شجرة يسموه عندنا صح؟ نعم ما أدري تفهم كلام أهل الحجاز أو لا؟ المهم مقطوع من شجرة فهذا بيت مال المسلمين الحمد لله المحاكمة الشرعية فيها بيت مال يرجع المال إلى بيت مال المسلمين نعم أسباب ميراث الوراء أسباب ميراث الوراء ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة ربه ويصاحبه نعم وهي لكاح وولاء ونسب ما بعدهم للموالي سبب إذن والله إخواننا هؤلاء العلماء يعني ما قصروا وخدموا لنا هذه العلوم وقدموها لنا ما بقي إلا النسير احفظ النظم يا أخي وارتاح صح؟ نكاح ولا ونسب ما بعدهن الموالي سبب قلنا سبب رابع بيت المال قد يقوم بالإنسان سبب لكن يطرع عليه مانع يمنعه من الإرث والموانع عندهم ثلاثة أيضا إذن السبب ثلاثة وموانع ثلاثة ترث من فلان قال نعم من أنت؟ قال أنا من الفروع أنا ابن للميت قد يطرع عليه مانع إذن متى يأتي المانع بعد قيام السبب أولا ندور على السبباب ثم بعد هذا نبحث عن الموانع مفهوم قال موانع ثلاثة نعم يقول علة واحدة تكفي فما بالك لو اجتمعت العللة الثلاثة نعم الأول الرق الرق يفسر العلماء هو عز حكمي عندنا قد يكون الإنسان عاجز ذو احتياجات خاصة صح هذا عجز في الأعضاء صح لكن هذا عجز في التصرف في البيع في الشراء مفهوم عجز حكمي سببه نسل الله عنا في وسلام الكفر فروا من الرق الذي خلقوا له خلقت حتى تكون عبد لله إذا فرضت من هذه العبودية وهذه والله في عزة لنا إذا فرضت من هذه وقعت فيه فروا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق نفسي والشيء هذا اللي يقول لك أنا حر يقوله جزائك والله أنت عبد عند إبليس صح؟ لا شك في عبودية صح؟ نعم في عبودية الله عزة عزنا الله بالإسلام الأول الرق عصوء الرق قلنا عز حكمي سببه الكفر جاء يريد يرث من أنت قال أنا إبن حر؟ لا رقيق ما يرث لماذا؟ لأنه لو ورثنا هو أصلا ملك لمن؟ للسيد إذن ورثنا السيد السيد ليس له قرابة لهذا الميت مفهوم؟ إذن الأول الرق والثاني القتل لأنه من استعجل الشيء قبل أواني عقب حرمان الوالد ملياردير وقال أذبحوا أرث مفهوم ليس للقاتل من تلك المقتول شيء مفهوم لا قليل ولا كثير الثالث اختلاف الدين فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم مفهوم هذه ثلاث موانع إذن يقوم السبب وقد يطرأ مانع فتأتي عندك في المسلم ابن كافر صفر ابن رقيق صفر مفهوم ابن قاتل صفر نعم قال مفهوم مفهوم